الفيديو اللي عمله عمر كمال وهو طالع بيقول انا اتعبك نفسيا جدا ومستاء كل الناس لما بعمل خير بيقولوا ربنا مش هيقبل منك لان انت فلوسك اه حرام وبالتالي ربنا طيب لا يقبل الا الطيب طيب ايه اللي حصل وايه الحكاية وايه الموضوع خلينا كده نلايك ونشير ونشترك في القناة واسمع ماذا قال عمر كمال عمر كمال يا جماعة لما تلعف الفيديو اه قال اه ان انا بعمل خير كتير وده برضه انا اتخفز عليه انا بساعد اه ناس عاوزة تسقف بيوت بجيب اجهزة تعودية بعالج مرضى فشل اه كلاوي بدي مساعدات رسمية اه مستمرة لناس انا اعرفهم في منطقتي الفرقة بتاعتي خمسة وعشرين واحد بساعدوا مفتح بيوتهم اهلي وناسي انا بساعدهم فلو كل اللي انا بعمله ده مش عجبكم انتوا بقى اللي بتنتقدوني عملته ايه? انا شايف هنا ان عمر كمال ما كانش مفروض ان هو يقوله على خير بيعمله لان دايما صدقت الخفة دي بتبقى افضل حاجة بين العبد وبين ربه حتى لو كانت حالته النفسية هو مستقل جدا بقول انا بعمل وبعمل وبعمل فده كان اخفاك منه تصورا منه ان حالته النفسية ان هو تعبان جدا وهو بيجيب الفلوس وبالتالي بيعمل اعمال خير لكن انتم دايما بتدوني احباط ان انت فلوسك حرام فمش مقبولة منك فده طبعا كانت تصرف غريب جدا من عمر كمال